من مواضيع الساعة التي تشغل بال أهلنا في العراق والدول العربية الأخرى إضافة إلى عرب أمريكا هذه الأيام هي الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمعارك المحتدمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وتحديدا بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كمالة هاريس تقديمها قائمة نرميها لتعرفة إلى عشرين ونقام بأمورها عرض الديمقراطية ونقام بأمورها عرض الديمقراطية لم أكن أكن أعلم بأمور إلى قتالة سنة أصدقاء لتعرفت في عمقار teeny ونأقل بأمور سنة أصدقاء الأصدقاء وكي شخص يستطيع الجمال كانت الحزب المحاول المعارك في أدخل وأن أصدقاء وأنصدقاء طبعا سيصوت الناخب الديمقراطي لمرشح الحزب الديمقراطي والناخب الجمهوري للمرشح الجمهوري ولكن لا الناخبون الديمقراطيون ولا الجمهوريون يمكن أن يكون تصويتهم كافيا لفوز أي من المرشحين لذلك فإن المعركة الحامية الدائرة بين الحزبين هي من أجل كسب أكبر عدد ممكن من الناخبين المستقلين فيما يسمى بالولايات المتأرجعة ورغم أن الملايين من الدولارات التي يتبرع بها مؤيدو كل من الحزبين قد تؤثر نسبيا على قناعات هؤلاء المستقلين إلا أن الواقع الاقتصادي الداخلي هو العامل الأقوى الذي سيدفع بهؤلاء الناخبين إلى ترجيح كفة أحد المرشحين في النهاية وبالمناسبة يتخذ الحزب الديمقراطي من الحمار واللون الأزرق شعاره أما الحزب الجمهوري فيتخذ الفيل واللون الأحمر شعارا له وهناك فروق كثيرة بين الحزبين ولكن للاختصار يعتبر موقف كل من الحزبين من الاقتصاد هو الفارق الأساسي الكبير بينهما فالديمقراطي يؤيد تدخل الحكومة في بعض مجالات الاقتصاد مع زيادة الضرائب على المشاريع الكبيرة وخفضها على أصحاب المشاريع الصغيرة الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ حركة الاقتصاد وهرب المشاريع الكبرى إلى دول خارجيه وهو ما يضاعف التضخم وينتهي بركود اقتصادي وهو الحاصل هذه الأيام أما الجمهوري فيدعو إلى العكس يؤيد خفض الضرائب على المشاريع الكبيرة لتشجيعها على الإنتاج وفتح فروع أخرى لتشغيل اليد العاملة وتنشيط الصادرات وإنعاش الاقتصاد وطبعا هناك خلاف كبير آخر حول مشكلة الحدود وتدفق المتسللين غير الشرعيين ثم العلاقات الخارجية والإنفاق على الحروب وترامب يستغل نقاط الضعف هذه في موقف الديمقراطيين بتركيز شديد فهو يعيب على إدارة جو بايدن وكمال هارس أنها تنفق أموال دافعي الضرائب على حروب خارجية في حين أنه يتعهد بإدفاء الحروب الخارجية وتوفير المليارات التي تنفق عليها وأهم اتهامات ترامب للرئيس جو بايدن ونائبته كمال هارس تخادمهما مع إيران والسماح لها بالحصول على المليارات من الدولارات التي تمول بها ميليشياتها ويقول إن الحزب الديمقراطي من أيام براك أوباما يغض النظر عن تجاوزاتها وتدقلاتها في دول الجوار وعن نشاطاتها التي تزعزع الاستقرار وتهدد المصالح الأمريكية في المنطقة والاعتداء على حلفاء أمريكا في المنطقة وكما ترون لقد نقلت إدارة بايدن معركتها الانتخابية إلى منطقة الشرق الأوسط لحرق الورقة الإيرانية التي يستخدمها ترامب فقامت بحشد البوارج وحاملات الطائرات واستنفرت القواعد العسكرية في المنطقة للإيحاء بأنها حازمة مع إيران طبعا دون فعل حقيقي وترامب يتهم إدارة بايدن وهارس دائما بأنها أضعفت أمريكا وأفقدتها هيبتها وجعلتها من دول العالم الثالث على حد قوله ويتعهد بجعل أمريكا قوية مرة أخرى